أو شد بسيط أو شد غير بسيط هناك اعتراف من قبل رئيس لجنة الحكام في تور بريرا أن هناك شد للاعب نادي سموحة وبالتالي هنا الناس كلها قالت أو كل الخبراء قالوا أن في هذه المباراة لاعب نادي سموحة استحق ركلة جزاء ولم يستحق الكرت الأحمر بعد الكرت الأصفر التاني الموضوع منتهي يعني الشد واضحة ومش محتاجة كلام وأقسم ما ليش علاقة بزمالك ولا سموحة أنا هنا مرة تانية معلش أنا كل شوية بقول هذه الكلمة والناس بتلومني ولكن والله العظيم تلاتة لازم أقول كده لأنه بالفعل أنا ما يهمنيش مطش زمالك واسموحة في حاجة لكن يهمني أن يظل التحكيم عادل لأنه الحكام هم قدات الملاعب أنا كنادي أهلي بعد كده مطش اللي جاي مطش بكرة ده ممكن لقدر الله يحصل فيه لعبة زي دي الحاكم هيحسبها إزاي هيحسبها أو هيقول لي شد بسيط برضو ولا هيعمل إيه أو ممكن يتحسب لقدر الله على نادي الأهلي كرة زي دي فلازم أتكلم لازم نتكلم عن التحكيم يا جماعة لأنه المنظر اللي احنا شايفينه ورأي رئيس لجنة الحكام ورأي كابتن البنة هو رأي خاطئ رأي غير صحيح ولا قانونا ولا كلاما ولا فنيا ولا أي حاجة خالص مفيش حد أقلي إن الكرة دي مش ضرب الجزاء حط ابعد الألوان مفيش حد أقلي إن الكرة اللي قدامنا دي ضرب الجزاء مش ضرب الجزاء أنا آسف الناس كلها أجمعت على أن هذه اللعبة لاعب الفريق اللي لبس أزرق اتقال لي كده من حكم كبير أجنبي قال لي لاعب الفريق اللي لبس أزرق يستحق راكل الجزاء أتمنى أن يكون هناك وقفة في التحكيم خلال الفترة اللي جاية كل أندية مصر بتطالب بهذه الوقف من فضل حضراتكم ثقتنا كبيرة جدا جدا في لجنة الحكام وثقتنا كبيرة في الحكام ولكن الثقة بتقل كل يوم عن التاني الثقة بتقل كل يوم عن التاني النهاردة بس برضو عشان ما حدش يقول لي مطش بيرامدز مطش بيرامدز ومودرن فيوتشر ضرب الجزاء لبيرامدز في آخر ثانية معرفش هل هي صحيحة أم هل هي خاطئة هل تحتسب ولا لا تحتسب فاحنا داخلين احنا داخلين يا جماعة الفترة القادمة فترة صعبة جدا 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 في البطولة المحلية سواء الدوري أو الكاس ان شاء الله ربنا يكرمنا الاهلي عنده نهائي البطولة الدوري أبطال إفريقيا الزمالك عنده البطولة الكونفدرالية نخلص بعد كده الفريقان الكبيران ومعاهم بيرامدز هيتصرعوا على الفوز بالدوري فمحدش هيستحمل اللي بيحصل ده محدش هيستحمله يجب أن يكون هناك وقفة وقفة من الجميع من الاتحاد المصري من رابطة الأندية النائب أحمد دياب يعني اليومين دول مختفي تا ما عرفش مختفي ليه يعني الأوقات اللي بتبقى الناس محتاجة فيها ما بتلاقهوش فالحقيقة حاجات غريبة جدا الواحد بيشوفها في هذه الفترة أتمنى أن تنتهي أن تعود الإشادة مرة أخرى بالتحكيم المصري خلال الفترات القادمة